السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم اصحابي حبايبي عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله معدنا مع الجزء الرابع والجزء الاخير في السدير الجميل ده خد مننا تفاصيل كتير واجزاء كتير واللي ما شافش الجزء الاول والتاني والتالت انا هحطولك في صندوق الوصف والتعليق المثبت النهاردة ان شاء الله هنخلص السدير الجميل ده طبعا المقاس اللي انا عاملها اكبر من المقاس الملكان الملكان مقاسه اسمول اما اللي انا عاملاه اكسلارج فبالتالي انا بحاولت ان انا بس تحطولك عشان تشوفي الشكل بتاعه اتمنى ان الموديل يعجبك وكون سهل وبسيط ما تنسش عملي لايك وشيرلي الفيديو واذا كنت جديدة في القناة انا برحب بيكي وبقولك اهلا وسهلا نورتيني من فضلك دوسي على زر الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه ويلا بينا نبدأ على بركة الله كنا الجزء التالت كنا قلنا ازاي هنركب بقى الامام ركبنا الخط الطويل اللي هو الاساس وتعلمنا ازاي نشبكه في الكتف تمام كده قلتلك تعملي المعدل ازاي ده بتاعد ايه لو انت بتفرقتيش على الجزء الاول والتاني والتالت انا هحطهولك في صندوق الوصف وكامل في التعليق المسبب قلتلك اعملي السطر اللي فيه اللي هو حردط الابط وبعد كده اعملي سطر تاني قلتلك لو كنت انت مقاسك خلاص كده مزبوط فكنت وانت بتعملي السطر الاخير هتقفلي ده في الدهر لكن عشان انا عندي المقاس محتاج اكبر زيادة شوية فعملت خط في النص يشبك مبين الدهر والامام يبقى في النص مبينه يعني كاني ايه نص الوحدة دي رايحة للقدام ونص رايحة الوراء لو كنت عملت وحدة كاملة هنا شريط كامل للامام وشريط كامل للدهر كان هي وسع مني زيادة وانا مش عايزها يوسع كده ازا انا بتحكم في المقاس زي زي ما انت شايفة كده ده الجزء الايه الامام اللي انا مخلصه اهو تمام انا مخلصة جزء الامام ده تعال نخلص بقى بقية الايه الشغل بتاعنا ونعمل الحردات دلوقتي احنا لما ركبنا الجزء الطويل وشبكنا فيه الضهر خلاص كده فده اللي بقى ايه الجزء اللي هو اللي قدام الجزء اللي فوق اللي هنحرط فيه السبعة تمام والجزء اللي تحت اللي بنعمل فيه التزايد زي ده كده حدى الشغل الجزء اللي تحت الاول قبل القبيل بندها بقى شغلنا هنيجي هنا في المنتصف هنسحب الخيط نعمل اول غرزة وبعدين نعمل كده تلاتة اربعة خمسة ستة نقرر بقى ستاتة دول قد ايه عشان يعملوا معي كم واحدة انا عندي هنا هشبك في قد واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وعايز اعملها واحدة زيادة يبقى كده كم؟ تمانية تمام؟ يبقى هعمل ستة في تمانية في تمانية واربعين زائد تلاتة بواحد وخمسين غرزة هخلصهم واشتغل اول اربعة طب هخلصهم وجاء وقولك نشغل ازاي عملت الواحد وخمسين غرزة هلفي الخطعة الابرة وبنعد واحد اتنين تلاتة اربعة كده خمسة تمام؟ وهنعمل اربعة ده واحد اتنين تلاتة اربعة واحنا عندنا احنا قلنا بنعمل واحدة زيادة في ازا الزيادة الاولانية مش هشبكة فعشان كده هعمل غرزة وارجع تاني هعمل هنا اجي كده واحد اتنين تلاتة اربعة هعدي هنا واحد اتنين خلدي بالك نبصي في واحدة وبصي داي ازاي اتنين تلاتة وانزل في الغرزة الثالثة هعمل غرزة بحشو وبعد كده هنعدي تاني واحد اتنين تلاتة وبعدين هعمل اول اربعة هجي كده واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين لما نيجي نعمل الغرزة هنشبكة فين احنا جايين كده فعشان كده هشبكة هجيب ايه الاولى دي مندهرها كده تمام في الغرزة تحت الغرزة هعمل الغرزة بتاعتي وارجع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة هرجع عدي تاني واحد اتنين تلاتة هرجع تاني واحد اتنين تلاتة ونعمل الاربع عميدة الاولين واحد اتنين تلاتة اربعة بعد كده هريح شغل كده واجيب التانية هجيبها برضو مندهرها من المنتصف تحت الغرزة الفرق اللي احنا عاملينها واعمل غرزتي هنا وارجع اقرر تاني اربعة في نفس المكان واقرر السطر كله او شريط كله بالشكل ده تمام هتقرري بقى شريط كله بالشكل ده وات كل واحدة تشبكيها فقطها قصدة فقطها قصدة لحد ما نخلص وتعلي اللف سواء افقريك باللف زي باللف تاني خلصت الشغل اللي وحدات بتاعتي وشبكتها وطبعا اخر حاجة هنا احنا بنعد واحد اتنين ثلاثة هتبص تلاقي الغرزة الاخيرة هنا بتعملها غرزة الحشوة وعشان نلف قلنا كنا بنعمل غرزة مزلقة في مكان ما كنا داخلين طالما انت وصلت معي للجزء ده بتشغل معي الجزء ده فانت عارفة الخط ده بنلف ازاي بس انا بذكرك بس هرف الخيط واروح على نص الحلقة ديت واخد معي خيط البداية اشطبه معي بالمرة هنعمل ازاي واحد اتنين تلاتة هنبص ايه بعد كده اربعة غرزة سلسلة هنا مش هنشبك كده واحد اتنين تلاتة اربعة وكنا بنروح على غرزة الحشو نعمل قصادها حشو وقلنا بنشطب فتر البداية عشان يبقى عندنا من كل سطر او من كل شريط فتلة واحدة اللي هي فتلة النهاية هتكملي كده الوحدات ديت وتشطبيها بالطريقة اللي انت عارفاها تماما هتخلصي الوحدات بتاعتك لحد الاخر وتشطبيها هترجع تعملي شريط تاني هنا وشريط تاني هنا وكل شريط اطول يعني الشريط ده هيبقى اطول من ده واحدة لو ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى ده هيبقى كام تسعة ده هيبقى كام يبقى عشرة تمام كده هتعملي بقى الشريط دي وتخلصيها بنفس النمط اللي احنا عملنا به الشريط ده ونخلصه تعالي بقى نشتغل هنا الجزء اللي فوق ونعمل شغل وحردة السبعة بتاعتنا خلص الدين لزا ما انت شايفة كده خلاص كده هوت تمام تعالي بقى نعمل فوق عندي ثلاث شرايط مش كده اللي هما دول واحد اتنين تلاتة تلاتة دول اللي هعمل فهم الحردة الشريط الاولاني ده هعمله زي ده بالظبط كامل شريط كامل زي ده بالظبط انا عندي الشريط ده فيه كم واحدة نقص اي يعني هعمله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمام؟ اهو يبقى انا هعمل من هنا سلسلة على قد تمن وحدات زي ما نشتغل بالظبط هنا ما فيش حردة هاجي فيه المنتصف طيبا المنتصف بيبقى باية من غير معد بعد البس الشوء عشان بيقع مني هشغل ايه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هعمل عشرة على قد كام؟ انا عندي هنا كما قلنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية الستة في تمانية في تمانية واربعين وتلاتة بنزودهم يبقى واحد وخمسين غرزة هعمل واحد وخمسين غرزة ولف تمام؟ هعمل واحد وخمسين غرزة طبعا لما هعملوا؟ طب انا هعملوا واجهة واريك نشبك في الكتف تاني ازاي؟ كده عملت الواحد وخمسين غرزة حدا باقي اجي هنا عن الكتف من اللي علاها دورة الشبك؟ دي شايفة حرة لسه هي انا طبعا عندي هنا ايه؟ الاتنين العالين دول فهاجي فيديات كده من الضهر كده وهدخل في مصها هسحب ايه؟ غرزة وبعد كده هلف الخيط واحد للسلسلة وعند واحد اتنين تلاتة اربعة في الغرزة الخمسة هعمل ادي كده عمود اتنين تلاتة كده اربعة وبما اني ان انا بلف كده بصي شايفة من بره فمن بره ما فيش حاجة اشبك فيها فعشان كده هنا هعمل النص الحرف ده من غير تشبيك كده واحد اتنين تلاتة اربعة وبعد كده هعد واحد اتنين تلاتة واحد لغرزة حشوة بعد كده هعد برضو واحد اتنين تلاتة واقرر الوحدات بتاعتي التمانية اللي انا عاملاهم على حرف السلسلة ده من غير تشبيك كده تلاتة اربعة اربعة غرزة السلسلة ونكمل شغلنا هكمل الحرف ده من غير تشبيك لحد هنا بعد ان هنيجي على الغرزة الاخيرة بنعمل غرزة حشوة بعد كده بنلف في قلب مكان ما احنا دخلين هنا بعمل منزلقة عشان اقدر اللف لما هلف هشبك فين هشبك في دي هشغل اربع عامدة في الواحدة الاولى وبعد كده الغرزة اشبكة في نص دي وارجع تاني اقرر نفس الكلام وشبك بنفس الطريقة يبقى ايزا الخط اللي انا عملته ده الخط ده من غير اي حردات خط عملته من بره من غير تشبيك هعمله من غير تشبيك اهو انا هعملولك على الابيض عشان يبين اهو زمانتي شايفة كده حيلفهم على الحارف كده ده من غير تشبيك وبعدين لما تيجي تلفي هتشبيك وتشبيك في اول واحدة حرة شايفة اللي قبلها هتمشبكة في النص واحدة هتشبيك في اول واحدة حرة هتخلص الخط دوت وتعلي نعمل بقى الخطوط التانية هي اللي فيها الحاردة السطر اللي جاي هتلاقيني انا بدأت على طول قلتلك 51 غرزة والحقيقة انا شبكتها في الضهر من ورا وبعدين بدأت الشغل 51 غرزة زي السطر اللي فات بالزبط فالمعزرة لان الحتة دي وقعت مني في التسجيل بس حابة انوه عليها احنا هنشغلها مع بعض بس حابة اقولك ان انا شبكت من الضهر بعد ما خلصت 51 غرزة هيجي بقى طبعا مكان ده مكان تشبيكها هيجي كده اهي في المنتصف وهعمل الغرزة بتاعتي بعدين هاليف الخيط وهعد واحد اتنين تلاتة اربعة في الغرزة الخمسة هعمل اربعة عمدة دي كده واحد اتنين تلاتة اربعة اريح شغل كده الغرزة هعملها فين هجي بدي كده من ضهرها واصحب الغرزة بتاعتي من نصف وارجع تاني اتقرر اربعة تانين يبقى انا كده ببدأ من سطر الايه او من جهة التشبيك واحد كده اتنين ثلاثة اربعة وبعد كده هنهدي واحد اتنين تلاتة وورزة حشو وبعد كده تاني واحد اتنين تلاتة ونعمل الاربعة واحد اتنين تلاتة اربعة ما هدي شغلنا الدور على مين الدور على زيه تتشبك هاجي من ضهرها كده من النص النص اللي هو عند الغرزة مش احنا بنعمل غرزة فرق هي دي ناخد الغرزة بتاعتنا هنرجع تاني اربعة تاني ونخلص الحلقات بتاعتي كلها او الشغل بتاعي كله بالشكل ده تمام خلاصي بانا كده ايه بخلص الايه النص اللي فيه التشبيك هعمل غولت كده على الابيض هتحس ان السلسال بصي دايق بس لما يشغل عليه هيوسع هتخلصي النص اللي فيه التشبيك ده هنا كده وتخلصي وتقطعي الخيط هتقطعي هنا الخيط اللي ايبقى احنا خلصنا الجزء اللي جوه وتقطعي الخيط وتعالي نكمل بقية السطر ده فتلة جديدة ونشوف هنحرد منين خلصت السطر اهوت تمام اهو وانا قلتلك انا بدأت من فوق ونزلت لتحت شبكت وبعدين بدأت هنا عشان انا ايه اعمل النص اللي جوه لان الجزء اللي فوق مش هشتغل عليه وهنا دي اخر غرزة حشوة وبعد كده هقطع الخيط هسيب مسافة شطب منها وبعد كده هاجي من مكان ما دخلت من هنا برضو اصحب منزلقة اهو منزلقة شايفين انا سحبته وبعدين هاجي برضو من مكان ما انا ما دخلت تاني وراح ايه جايب الفتلة صحبها الورا عشان بعد كده ايه اشطبها عشان يبقى هنا بايه بالنظافة تمام كده خلصنا لايه نص السطر ده كده احنا ما خلصناش السطر ده لسه له شغل المفترض ان احنا كنا هلفه نعمل الايه النص التاني بس عشان اعمل الحردة فان هعمل ايه هعد هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام على قد طول السبع اللي انا عايزها بالنسبالي كده كويس وهاجي بعد السبتة في غرزة الحشو هجيب الخط وهسحب غرزة وهنزل اعمل فيها غرزة حشو كمان عشان تبقى ايه امتن معي وتبقى المكان بتاعي هلف الخيط واخد خطة البداية ده اشطبه هجي هنا مفترض بعمل اربعة وبعدين غرزة اربعة هعمل ايه انا بقى هنا مش هلف الخيط باول هعمل الاول غرزة حشو هلف الخيط وبعدين اعمل نص عمود هلف الخيط وبعدين اعمل عمود انا اعتبرت هم اربعة اعتبرت الغرزة اللي عملتها هنا في غرزة الحشو هي الرابعة بتاعتهم كأنها منزلقة وبعدين نص عمود حشو نص عمود بعدين كده بعمل غرزة سلسلة بعدين كده هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين هجي في غرزة الحشو واعمل حشو وبعدين هجي في الاخيرة دي هعمل ادي واحد اتنين تلاتة اربعة قرزة السلسلة وبعد كده تاني واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين بديجي نعمل هنا اصد الحشو دي حشو تمام وبعدين بقص الخيط اصيب مسافة واقص الخيط وبعدين هجي من مكان ما انا كنت دخلة هنا واعمل غرزة مزرقة ويجي تاني من مكانها من ورا كده من مكان تاني واصحب الخيط ده الورا عشان ايه امقاش هتطو وهنا برضه عشان تبقى على نظافة كده زي ما انتي شايفة بصي انا عملت ايه دلوقتي طبعا نيتي الشغل ده تكوي قبل ما اركب الفرق لازم يتكوي شايفة فضلنا اخر وحدة اخر وحدة بقى دي انا عايزة ايه بصي اعمل كده بقيت الخط كده عشان تبقى السابعة معي زي ما انت شايفة بصي نزلة كده اهيه وعايزة ايه يا دوبك اعمل كده فعشان اعمل كده مع دي الشغل انا هعمل ايه هاجي في اخر واحدة هنا في المنتصف واسحب الخيط بس مسافة باشطب منها كويس وبعدين هعمل غرزة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبعدين هاجي عند الاولى في منتصفها تمام هعمل غرزة وارجع تاني اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ممكن تعمل دي السادة ما فيش مشكلة وتيجي التانية اللي احنا عاملناها نص ونص وتسحبي غرزة وبعدين تقص الخيط بعد مسافة بدين اصحب الخيط بس ايه اللي حصل معايا طبعا لما تشطي بأخريتك بس ايه اللي حصل معايا رسمتلي السبعة اللي انا ممكن بعد كده هعمل عليها الايه الفر كده خلصنا شغل الكروشي في السديري دوت حيه هو طويل جدا لان هو فيه تفاصيل كتير جدا انا بعدين لو قدامك اهو طبعا تكوي بقى وانتي بتكوي ضغط 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 مش رايح جاي طبعا عشان ايه نبدأ بقى نعمل حردت الابط ونعمل نركب الفر كده بالنسبة لنا المهمة كبيرة خلصت شايفة انا بس هديه هو اتماكي اه شايفة شايفة السبعة وبردو هنا السبعة اللي هدكب عليها الفر والتاعنا تعالي بقى اول حاجة طبعا انا فاضلي ان انا ايه الف هنا حرف وعايز الف هنا برضو حرف تمام عشان نزبط ده وبعد كده نلاقي انه بقى كده كده شغلنا خلص وبعد كده تركيب فر تعالوا نعمل اي غرزة زخرفية للحلجة تلحية انا عجباني غرزة يعني زي ما انا عاملها هنا كده بصي بسيطة كده حلوة تيه كده غرزة بسيطة ومتممة للشكل ومش محاسة ثانية ان فيه فرق ايه ان انا اضفت حاجة فانا عجباني كده هادية كده هاجي هنا ازبط القبل كده من النص كده دي النص فانا هدخل هنا ايه فيه المنتصف هصحب الخيط وبعد نعمل غرزة اتنين ثلاثة وبعد نهنزل هنا اعمل غرزة او عمود تانية وبعدين انا عايز اعمل عمود تالت العمود التالت هعملوا انا رجع عشان اقفل الشغل يبقى اعتبر كأن اعملت تلاتة وبعد نعمل واحد اتنين تلاتة وهاجي فيه الغرزتين دول لهم ما اقفلوا العمود التاني هادخل فيهم واصحبهم وزارقة كده نعملت بيكم انا قلت لكم مفترضا نعمل هنا تلاتة لان التلاتة هعملوا انا رجع يبقى انا هعمل هنا كام تلاتة ادي كده واحد اتنين تلاتة تمام دي اللي منتصف هسيبقى دي شطبها وهيكي اعرى الاتنين اللي جنبه بعد دول انا عايز اعمل لو انا عملت هنا واحدة وهنا واحدة هتطلع تحس نزاوله ايه مفلطحة او مبهوقة بالبالة دي فان عشان ألمها هعمل ايه هروح هنا في المنتصف هعمل ادي اول عمود وبعدين العمود التاني وبعدين العمود التالت كده عملنا النص وباد نعمل واحد ثلاثة وباد نعمل هنزل فيه الغرزتين اللي مرتبع العمود التالت هسحب ايه منزلقة عملت البيكو مفترض اعمل التالتة التانيين هنا لا مش هعملهم هنا هروح هعملهم فيه منتصف الايه التانية هدي كده واحد هيبقى كده اتنين وبعدين تالتة كده انا ضمت دول كأنه خلتهم واحدة بعد كده هروح على منتصف الوحدة دي هعمل ادي عمود اتنين تلاتة وبعدين واحد اتنين تلاتة سلسلة وانزل على الغرزتين بتوها العمود التالت اللي بلميل دول هسحب منزلقة عملنا البيكو ونرجع ننزل نعمل تاني تلاتة ادي واحد اتنين تلاتة وبشرة نعمل تول اللي بعدها واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة نقفل البيكو ونرجع تاني في نفس المكان واحد اتنين تلاتة انا عجبتني الغرزة دي كده هدية واحلى هتكمل داير ميدور بالشكل اللي انا عملته هنا ده تمام انا كملته هو زي ما تشايفه بصي الاتنين اللي انا دمتهم مع بعضهم لفيت داير ميدور وجيتها عند اخر اتنين هنعمل زي ما عملنا في البداية هعمل في نص دي تقريبا هجب التقريب كده في النص جيها هنا كده هعمل هنا قدي عمود وبعدين التاني التالت وبعدين واحد اتنين تلاتة ونقفل البيكو والروح التلاتة التانين نعملهم فين في منتصف الايه التانية هدي واحد اتنين تلاتة وبعدين كان هنا ناقص عمود فانا هروح ايه اكمله هدي كده العمود اللي ناقص واجي فيه غرصة العمود التاني واقفل ايه منزلق واجيب المقص هسيب مسافة اشطب واصحب الايه الخطب تيها واشطب الفتلة زي ما انت يا شايفة بصي الحركة اللي انا عملتها اللي هي لمت الاتنين الواحدتين كأنهم واحدة تمام دي خلت الايه الدوران الباط جاي بدوران شايفة تمم معايا الباط لو كنت عملتيها دي الواحدة ودي الواحدة كده هتحس انها من هنا طلعة كده وتحس انها ايه مقابابة كده او مش مريحة او مورورة حسب ما انت هتقوليها بقى ايه باللفز انا معارشة طبعا كل بلد لها ايه ايه لها طريقة يعني في الورورة احنا بقول ورورة او بنقول كشكشت زي ما شايفه بصي شايفة الدورة كده بقى احنا خلصنا السدلي كله فاضل لنا نعمل ايه عايزين نعمل حرفي هنا طبعا انا هبقى اكمل بقى البط ده انا هكملوا انا مع نفسي تمام عايزين نعمل حرفي بقى عشان ايه نشبك نزبط الشغل بتاعنا هنعمل ايه السبعة بتاعتي تبدأ منين انا مش هشتغل من وره هنا عشان بس تستهلك ايش خد لان الحقيقة هو السدلي ده خد ست شلات فانا مش ناوي اجيب له شلة تانية عشان اعمل الحرف وكده كده انا هركب هنا فارو يعني مش محتاجة هنا اعمل اي حروف فياجي هنا السبعة بدأ منين من عندي السبعة بعد من هنا فياجي من هنا هدخل كده واجيب الخيط هصحب الخيط كده وهعمل غرزة اتنين تلاتة أربعة واجي فين شايفة؟ هنا هعمل غرزة حشو هرجع واحد اتنين تلاتة أربعة هاجي فين؟ في الفراغ ده هعمل غرزة حشو هعمل حرف اشتغل عليه هرجع تاني واحد اتنين تلاتة أربعة هاجي فين؟ انا كنت هنا هاجي فين؟ في المنتصف هعمل غرزة حشو واحد اتنين تلاتة أربعة هكرر انا كنت فين هنا؟ كنت عند الكلاستر مش كده فاجي برضو عند مين؟ عند الكلاستر اهو غزة حشو واحد اتنين تلاتة أربعة في الفراغ اللي بعدها حشو شايفين؟ اتزبط معي الحرف بتاعي هرجع تاني واحد اتنين تلاتة أربعة هاجي فين هنا؟ شايفين؟ ده ما انا عملت كده؟ اهو في القمة دي كأن دي القمة غزة حشو هرجع تاني واحد اتنين تلاتة أربعة هاجي فين؟ في القمة هنا؟ غزة حشو أهم حاجة ما يكونش موجود معي كه واحد اتنين تلاتة أربعة برضو هنا في القمة ورزة حشو واحد اتنين تلاتة أربعة برضو في القمة ورزة حشو هتكملي كده أربعاته في القمة وفي القمة لحد الآخر خلصنا لحد الآخر وعملنا في آخر القمة وبعد كده هعمل واحد اتنين هلف الخيط وهاجي هنا عند المنتصف تحت شايفة هنا عشان أعمل لها حرف هسحب هسحب من غرزة واحدة وبعد من اتنين اتنين كده أنا عملت حرفي للشغل التاعي بعد كده هرتفع غرزة وهلف الشغل وهستعمل على الغرز اللي أنا عملتها دي غرز حشو أجي واحد اتنين تلاتة وبعدين هنا أربعة هرجع تاني روح هنا أجي واحد اتنين تلاتة أربعة أرجع تاني واحد اتنين تلاتة أربعة تمام؟ هم حاجة وانت بتعملي تخلي الشغل معاكي مش مشدود هنشغل في كل المسافة احنا عملناها أربع غرز حشو خلصت آخر أربعة في السطر وهيجي عند مكان ما كنت بدأت الغرزة بتاعتي هعمل غرزة حشو هرتفع غرزة وهلف الشغل الغرزة ارتفعتها قصد الغرزة دي هروح للغرزة التانية هعمل غرزة حشو واحد اتنين تلاتة هعمل بيكو الغرزة اللي بعدها أعمل حشو عادية اللي بعدها هعمل حشو بيكو أجي حشو بعدين واحد اتنين تلاتة هنزل في الغرزتين بتاع الحشو هسحب الخيط وارجع أسحابه تاني اللي بعدها هتبقى حشو عادية بعد كده اللي بعدها هحشو بيكو واخد فتلة البداية أشطبها بالمرة واحد اتنين تلاتة يبقى أنا مرة هعمل حشو عادية ومرة حشو بيكو اللي جاي حشو عادية اللي بعدها حشو بيكو واحد اتنين تلاتة اللي بعدها هحشو عادية اللي بعدها هحشو بيكو واحد اتنين تلاتة اللي بعدها هحشو عادية واللي وراها هحشو بيكو وخكزا نكمل بقى ايه شغلنا بالشكل ده زي ما انت شايفه شكل رقيق وجميل وبسيط جدا وشطب لي الحرف وكده كده اللي فوق ده احنا هنركب عليه الفرو بتاعنا لو كنتي مش هتركبي فرو كنتي ليه في داير ميدور زي ما انا عملت كده هتعملي الاول الاربعات السلاسل وبعدك هتعملي الحشو عليها اربعات وبعدك هتعملي ايه البيكو كان داير ميدور من عند السبعة من فوق والدهر من فوق لكن بما اني انا مش هعمل حاجة فوق فانا ايه قلت اعمل الخط المستقيم اللي هو بيبقى قدام بس كده خلصت شغل الكروشي خلصي وتعلي نركب الفرو تعالي برضو قبل ما ننخلص نركب الفرو برضو نعمل ايه الرباط دوت زي الناحية ما نعملته كده الناحية دي تعالي نعمل الرباط السهلي ده تعالي نعمله برضو هنا هاجي فتلة خيط حوالي تقريبا نقول حوالي تلاتة متر واثنين على اتنين تمام وهاجي بالابرة وهاجي من فوق كده من هنا وما كان ما انا متنية على اتنين كده هصحب الايه الخيل وبعدين هعمل غرزة بالتنين بعد كده هفرقهم عن بعد هخلي واحدة على صبعي كده عادي واحدة في ايدي تمام اللي في ايدي تحت دي هلفها كده بدنا نصحب اللي هي ايه اللي كأن معمولة اللي هي على صبعي ده هرجع اللي تحت دي هلفها على الابرة ورجع تنلف كده كده بلف كده اهو شايفين انا بلف دي كده وبعدين باسحب اللي هي ايه دي كده لفة الكروشي العادية اللي تحت دي اهي بلفها كده وبعدين اصحب اللي اتنين كده بعمل جلون او دبار على حسب ما انا عايزة بعد كده هروح ايه اخر حاجة لما ارتجي كده خلاص الطول ده كده كويس هروح ايه سحبها وما اللي اتنين مرة واحدة كده وخلص تمام ممكن تربطيهم بقى من هنا كمان ربطة عشان كده بقى خلصنا اي حاجة بخط الكروشي شط حضريلي ابرة وفتلة خياطة والمقص وتعالي نعمل ال الكل زي ما قلتلك عايزة اقول ملحوزة تانية الحرف ده لو كنت عايزة تعمليه هنا طبعا انا هقصي الاول دي كده عشان بقى طبعت الحرف ده اللي هو احنا عملناه قدام من هنا ده لو عايزة تعمليه في القبط اعمليه لو عايزة تعملي اللي في القبط هنا اعمليه ليكي مطلق الحرية انا عملتلك بشكلين وليكي مطلق الحرية طب لو مش عايزة تركيبي فر كان الحرف اللي انت هتعمليه هنا ده زي ما قلتلك هتلف فيه على السبعة وداير ما يدور من ورا هتعملي السلسال الاول وبعدك هتلف الحشو وبعدك هتلف في الايه غرزة الحشو ببيكو غرزة حشو عادية تمام ده كده لما نربطه كده من هنا وتعديليه كده اهم حاجة بالنسبة لنا الكرشي خلص الباقي كله بقى بشغل خياطة لو انت مش هتعرفي تعملي لو مش هتعرفي تزبطي الكول زي ما انا هعمله ممكن توديه لأي خياط يعمل هالك ويركب هالك انتفقنا كده اهو معلش طبعا كدر الكاميرا بيقى صغير مش مبين عشان كتير يقوليه يبين لنا الشغل الشغل اهو شايفين اهو وهنا من تحت طبعا شكله جميل جدا زي ما انتوا شايفين بصوا عامله ازاي طبعا اهم حاجة المكوى يا جماعة وان المكوى ضغط تعالي بقى نركب الفرو ولو زي ما قلت لك مش هتعرفي تركب الفرو واتديه لأي خياط قوليه يركبلي كول شال على السبعة دي خليه يركبلي كول شال عليها هنجيب الفرو بقى سوى احنا جايبينه طبيعي او جايبينه صناعي زي ما انت عايزة هنقلبه على الضهر كده تمام وممكن لو انت الطول زيادة شوية ممكن ايه ما تتنيش من النص هنعمل ايه هقيس المسافة دي طبعا انا اصدى ما اربط من هنا عشان يبين هقيس المسافة دي كده اهو قبل نقس على فرط هقيس المسافة دي كده اهي لحد هنا والنص الدار كده على اتنين عشان بس ما نقيه ما نهضرش فيه لان هو عرض عرضين فبالتالي انا مش اخد العرض عرضي اهو انا تقنيته على اتنين كده والباق اهو هسيبه زيادة اشتغل بحاجة تانية وايه سهل ده على قد ده طبعا ما تمطيش ده يعني في الخياطة احنا مش بنمط ده ده بنخليه برحته عشان ما يطلعش معي مهرول تمام اهو ممكن ازود محبة صغيرين وهاجب لي قوة النص عشان بس انت عارفة ان التانية دي عنده نص الدهرة هو تمام؟ وتهدي الشغل كده وتهدي الشغل كده وتجيبيه على قد لإيه؟ الشغل التاعنا كده خلاص احنا نتضينا نبدأ من هنا نقص طبعا زي ما انت شايفه هو جاي العرض مش ايه؟ مش واحد بهم ما بيقصوا العرض التاعه بقى مش واحد انا بس هدي صمت زيادة كده وبعد كده ايه؟ هقص وصابي لو في زيادة طبعا لازم الحرف يكون على الحرف وهنا الحرف مش على الحرف هخلي ده اللي هنقيه هنقص منه هعمل ايه؟ جبت مركرة عندي بحثة صغيرة بقية اي مركرة او تبشيرة او اي حاجة وهعمل ايه؟ هاجي من هنا كده ده الحرف اللي انا هركب منه وهاجي من هنا كده شايفين؟ هديله ايه؟ كرف وخليه هنا بالعرض اللي انا عايزها عايزها بالعرض ده اوكي عايزها اقل قليلي شوية لو انت عايزها ممكن ايه؟ تقليلي شوية او تكون تتجيبيه اقل شوية انا هخليه تقريبا ايه؟ يعني هشين منه حوالي سنتي تقريبا بالتقريب اهو شايفين؟ انا بعملها حاجة تقريبية عشان ما بعشي خيط اهو شايفين؟ اهو وهديله من هنا كرف واجيب المقصد تاعي كده واجيب من هنا كده بترسمي رسمتك الاول عشان تطلع معاك مزبوطة ممكن لو وديتي خياط طبعا انا ايه؟ طبعا هو بصي بيعمل لك ايه فروز ايه؟ والناس اللي عندها حساسية اللي افضل تودي الخياط شايفين؟ اه دي الايه؟ الكل بتاعنا هيبقى بالشكل اللي انت شايفا ده ممكن لو وديتي الخياط اعمل خلي الخياط تركبلك لها بتنستين لكن احنا مش هنودي الخياط فاحنا هنعمله بابسط حاجة هتبدأ تجيبي الصدير بتاعك الشغر بتاعك وهتجيجي من هنا كده شايفين؟ هخيطه كده احنا انا ايه الاول هدبس كده الاول هجيب ده بابيس اهو طبعا انا هنا هفكي با هنا طبعا هجيب ده كده شايفين؟ عشان لما قلبي ببقى الوش فوق ده وش القميش اهو هخلي الوش ده الضهر وهجيب هنا عند البداية وحط هنا دبوس اقسم الاول النص قبل ما اعمل اي حاجة تمام؟ هجيب النص كده اهو واجي النص ده حطه عند نص الضهر ممكن انت طبعا اسمري انا ايه هعمل حاجة انا هحط هنا دبوس دبوس ده كده النص واجي هنا في السديري نفسه اصبت الضهر اهو نص الضهر ايدي ده مع ده ده مع ده نص الضهر هنا ممكن هنا تحطي ماركر هجيبلك ماركر اهو هنا ده نص الضهر فاجيب النص اللي انا عملته فيه الفرق احطه هنا في النص اللي اعملتها تحت ده عايز افوق شميان كنت مفودة احطها هنا بس شميان اهو لازم تدبسي ممكن تسراجي عايز اخذي على المكنة اوكي مفيش مشكلة وبين تجي هنا تجي بالحرف على الحرف كده انت زبطت الدنيا بتاعتك الحرف هنا على الحرف شفت انت حبكتها ازاي زبطت النص على النص بس اصبح انت بقى ايه هنا ايه هتريح ده وتهدي ده على ده كده اهو ندبس قبل اي حاجة زي ما قلتلك لو انت مش عارفة او خايفة وديها الخياط بس لو هتوضيها الخياط امسحك ان انت تركيبي ايه اه قولي له اركبلي البطانة هنا يبقى لها البطانة ستاة افضل يعني لكن احنا بالنسبة ما بنعرفش انخيط فخلاص شايفة انا صابت تهود عشان لما قلت كده شايفين اهو شايفين الجمال برضو نفس الكلام هنا خفض الأدبس برضو هنا بنفس الطريقة تمام هدبس هنا كده وتعالين خياط وسوا جبت فتلة ولدمتها على اربعة بحيث عندها ناحية زي ما انت شايفة بصي على جوز كده وناحية ايه على مفرد مشيه هعمل ايه هجيب هشلدي هنا واجي من هنا ايه اتبت الاول الشغل التقيقي هجيب الايه الناحية اللي هي متنية على اتنين دي اللي انا واردها لك اهي هني بس نسحب لحد الاخر وبعدين ندخل فيها شايفين اهي اهي عشان يبقى كده تبتنا الشغل طبعا الشغل بقى على حاجة واسعة انا هنا بشغل قدام الكاميرا والديني ايه ديقة معي فانت الشغل على حاجة واسعة ولو فات لم كالكعرة معاكي شيري اي كالكعرة خلاص احنا تبتنا كده نرجع لتبت تاني ونزهقش الموضوع الخياطي انا بس ايه هشوف دي كده ايوه نتبت تاني مرة اثنين ثلاثة خمسة زي ما بقولك كتير ولو عملتها على المكناة هيكون افضل متخفيش من خياطها على المكناة لو انت بتخيطي على المكناة وشطرة على المكناة اعمليها شايف انا با ايه بعمل ايه البداية ازاي كم مرة بعد كده بقى اخدها باقي طلقيت كده وفي قلب ايه الكروشي كمين اهو في الكروشي الخياط مش هياخد منك حاجة لو عملهالك ودهالك قولي لو انا عايزة كول شال اسمها كده كول شال كمين هتخيطي كده خلي المسافات بتاعتك ضيقة المسافات وده اللي يبقى ايه مجدول عشان يديك يبصي هنا شايفة اللفة دي انا عايزة اللفة دي يبقى كده ايه شكله مصبوط زي ما انت شايفة شكل الكل جميل ازاي ومصبوط وحلوة اوي وعملنا على ادينا بابسط طريقة وبابسط حاجة ده الطريقة دي لاخوتنا اللي ما بعرفوشي خياته على المكنة لو بتخصيها على المكنة ما بتعرفيهش خلاص زي ما انت شايفة كده انا اللي بالعبلك بالالوان على اساسيبان انه م investor الموديل الأصل حاجة تانية عايز اقولها ان الموديل هنا انا عملاه اطول من الموديل الأصل شوية كمان الموديل اطول اكبر من مقاس الملكاني ملكان مقاسه small اما الموديل اللي انا عمليه الكسенерج فبالطبع لما يتلبس على صاحبته بمقاسهك كبير أكيد هيبقى أحلى وأجمل أتمنى أن الشرح يكون سهل وبسيط ما تنسيش تعملي لايك وشيرلي الفيديو وإذا كنت جديدة في القناة أنا برحب بيكي وبقولك أهلا وسهلا نورتيني من فضلك دوسي على زر الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد أنا بقدمه وإلى لقاء آخر بحلقة قادمة إن شاء الله